نفس الخيارة ستشرح موضوع إذا كان عندي أكثر من مادة مختلفة سواء طلب من الاسترس بالاستعمال الأمسي على اي بكل بساطة لو كان عندي مادتين مختلفات هاي مادة هذا مثلا مستطيل هذا مقطع من بي مادتين مختلفات يعني وحكينا هاي المادة مثلا ستيل وهاي كوبر مثلا هاي لها مثلا رمز اي 2 وهاي رمز اي 1 اي هي المدرس فلاستي ستي فدايما يكون مقطع بالسؤال لازم يكون مقطع بالسؤال فحكياني هاي اي 1 وهاي اي 2 هسا في عندي قاعدة اذا كان عندي هذا المادتين سواه ما بصير اطبق الامسي على اي قبل ما اخلي المادتين مادة واحدة طب كيف دخل المادتين مادة واحدة بكل بساطة بدي اعمل طريقة اسمها اه ترانسفورمد اهريا ميثود ترانسفورمد اهريا ميثود بكل بساطة بتحكيلي لو فرضنا الاي 2 اكبر من اي 1 فرضنا الاي 2 اكبر من اي 1 يعني المادة المدرس فلاستي ستي لها اكبر من المدرس فلاستي ستي للكوبر بكل بساطة بتحكيلي بطلع نسبة اسمها ان ان تساوي اي 2 على اي 1 ولازم تكون اكبر من واحد ليش اكبر من واحد لان اي 2 اكبر من اي 1 اكيد يعني اعم طيب هات سو صار عندي طلعت معي ان شو بعمل بعدين بمسك المادة اللي لها الاي كبيرة هاي الاي كبيرة ماشي شو بعمل فيها بضربها بالان هسا المهم ما تحكيين اغلب الاسئلة هيك وكل هن حكيلي انه بلف حول اكس الا اذا حكيلي بلف حول اي حكيلي بلف حول اكس بكبر الاسئلة كيف تكبرها؟ لما بدخلين ماداتين هذول مادة واحدة بدي احكيلو انه المادة اللي لها اي 2 المادة اللي لها اي اكبر بضربها بالان وبكبر البعد الافقي يعني نفرض نهاي اكس هاي اكس شو بعمل؟ لما اكبر الشكل بصير عندي فعليا ان في اكس ان في اكس فبتصير الشكل عندي ان ما هي اكبر من واحدة هذا الشكل رح يكبر الستيل رح يكبر زي هيك الارتفاع رح يظل نفسه واي هسا المادة اللي فوق بيظل زي ما هي المادة اللي فوق لها رمز اكس ف فهيك الشكل بصير هاي المسافة هي اكس هاي المسافة الاصلية تقنى الشكل صار ما هو وهاي لو سميناها كمان واي نفس الشكل هاي واي فبالتالي هاي بتصير ان في اكس هاي بتصير ان في اكس يعني شو المغزة المغزة ان المادة اللي لها اي كبيرة بضربها بان وبكبر البعض الافقي يعني اه مثال بسيط اه حكالي لو في عندي او نجي اطاني هذا السؤال حكالي في عندي هاي براس وهي براس وهاي براس والألمنيوم مادتين مختلفات معناته بدي استعمل القانون لترانسفورنت اريا ما فوق حكالي ابرها كروس سكشن ما اسمو من كذا حكالي في عندي داتا هون حكالي اوجد اعلى قيم من المومنت اللي بلف حول 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 يعني بكعب فأعطاني معلومات حكالي المدرسة للألمنيوم سبعين والبراس مية وخمسة والسترس هون مية وهون بكل بساطة بدي اوجد ايش المومنت وهي ثلاثين وهي ستة وهي ثلاثين وهي ستة حكالي هاي هذا المنيوم وهي نعم سبعين سبعين تساوي سبعين فبالتالي الان تساوي مية وخمسة على سبعين اللي هي على ي الكبير على الاصي Auto والتساوي. مية وخمسة تقسيم سبعين. ستطلع معي واحد ونص. ستقع معي واحد ونص. واحد ونصر بالأفحة الاكس يعني بكعهبي الواي. يعني المومات شكله هيك. بالمومات شكله هيك فمعانdirect بكبر الاكس. فبكبر كل. كل ايه اكبر الايه لالبراس اكبر. الاي لالبراس اكبر. معنا Technically بكبر كل شي لالبراس بضرب الثلاثين هي بالواحد ونص. كل شي لاللications بضرب بواحد ونص. ثلاثين. بضرب واحد ونصف. بتطلع معي خمسة واربعين. فالبراس القاعدة الجديد له له خمسة واربعين. خمسة واربعين. ارتفاعه بضل ستة. ارتفاعه بضل ستة. بعدين في عندي الالمنيوم. بعدين الالمنيوم بتصير انه ثلاثين بتكون ثلاثين. هس هاي خمسة واربعين. بطلع بعدين بقدار الارتفاع الالمنيوم بضل ثلاثين. بعدين برجع زي ما كان. هكا الشكل بصير عندي. هاي خمسة واربعين. وهاي الالمنيوم ثلاثين. وهاي الالمنيوم ثلاثين. فبالتالي هاي كاملة الكبيرة. خمسة واربعين. الارتفاع هات ثلاثين. ارتفاعها ستة. انظر ارتفاع ستة. اللي هو اني انا كبرت القاعدة. هاي كبرت هيك. وهي كبرت هيك. هاي الالمنيوم. ظلت ثلاثين. فهذا الفراغ اللي ظل هون. واللي هي اللي زادت بالالمنيوم. يعني هاي. هاي. وهاي. هي مقتار الزيادة اللي هي الواحد ونص. اللي هي سبعة ونص من هون. سبعة ونص من هون. اه انضربت واحد ونصف في ثلاثين اعطتني خمسة واربين. يعني هاي مقتار الزيادة ومن فوق نفس المسافة. هاي ثلاثين وهاي اللي كبير خمسة واربين. فانا هس انا ما بدي احسب المومنتوف نرشة. واحسب للسنترويد بحسب للشكل هاذ. هاي الثلاثين لهاي. هاي كم دي خمسة واربين. بحسب للشكل هاذ. هاذ الشكل. هاذ الشكل ازدي حسب له السنترويد. بفرض وبحكي. بقسم الشكل بتتساوي. ستة في خمسة واربين. في مين? في ثلاث. اللي هي سنترويد في ستة نص ثلاث. زائد ثلاثين. في ثلاثين. في خمستاش زائد ستة. ليش? لأنه هي نصة خمستاش وانا باخذ على الارض. خمستاش جاء ستة اللي هي واحد وعشرين. زائد ثلاثين آآ زائد خمسة واربين في ستة في ارتفاع كامل آآ اثنين واربعين. شيل منه ثلاث سكون تسعة وثلاثين. عمجموعة المساحات. بطلع معي الواي بار. هس بحسبه. بطلع عندي الواي بار واحد وعشرين. عندي الواي بار واحد وعشرين. يعني يعني فعليا هو بالمنتصفون بس مش شرط انه دائما متماثل. شكل متماثل طنيع متماثل. بس مش شرط دائما يكون متماثل بعد ما كبرته. فهاي واحد وعشرين. في المومت اف تساوي. الاول بيعت تكعيب على اثناش. خمسة اربعين. في ستة تكعيب اثناش. زائد اي دي تربيع. الارية خمسة اربعين في ستة. بعدين المساحة. الدي تربيع. شو بتكون? مسافة بين السنترويد والسنترويد. اللي هي ثلاث ناقص واحد وشرين. اللي هي ثمنتاش. ثمنتاش تربيع. بالتالي زائد ثلاثين في ثلاثين. تكعيب على اثناش. زائد اي دي تربيع ثلاثين في ثلاثين في كم? واحد وشرين نقص واحد وشرين. اللي هي صفر تربيع. يعني هذا صفر. بعدين زائد الثالث نفس اللي هي رح يكون. ستة في خمسة اربعين. اه ستة تكعيب في ثمنتاش تكعيب. المهم بتطلع الاي الي قيمة. بتطلع الاي قيمة. حسة. الاي طلعت قيمة. كما بتطلع الاي. غالبا كانت بتطلع آآ شو هي اشوف نوع ما بتطلع قيمة بتطلع قيمة ما بعرف شو هي هسا بطبق خلص شو صف عندي الام تساوي اي قصد الاسترس تساوي ام واي على اي هسا احصب اللعبة اصل اصعب ااشي او ازناخ اشي مش اصعب اشي انو اكثر الطلاب بغلطوا في اهم اشي ما نغلط فيه اهم اشي ما نغلط فيه الاسترس هسا رح يطلب من الاسترس للبراس مثلا او هو اصلا طلب من المومت فالمومت باته اخرى من حال التامي لبراس واخرى من الالميوم كما بشكل بكل بساطة هسا شو المادة اللي كبرتها? انا كبرت البراس فلما اكبر لبراس قانون الاسترس ما بيضل امسي على اي بيصير في ام سي على اي لأ لمن يوم كم ام سي على اي زي ما هو يعني الان لما يطلب من الاسترس الان ما قال الان بضربها بالمادة اللي كبرتها كبرت البراس بضرب الاسترس بان اذا بديش انسيها بحكي القانون الان بس المادة اللي ما كبرتها الان الى ها واحد والمادة اللي كبرتها الى ها اللي انا طلعتها يعني بحكي له الان يعني دائما بحكي القانون ام سي على اي ان ام سي على اي بس المادة اللي ما كبرتها بكون الان الها واحد يعني زي كني ما ضربتها وهذهك واحد ونص اللي هي الان اضلتها فهسا شو طلب مني اعلى استرس لارجس مومنت بتحمله بكل بساطة اه بدي احكي هس استرس الامنيوم تساوي ام سي على اي ام سي على اي في اي الامنيوم عطينا الاسترس الو مية تساوي اي 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 ا هذا ايش السنترويد بكل بساطة راح تكون اعلى مسافة ممكن تكون هاي المسافة او ممكن تكون هاي المسافة انا اعلى بشوف مين الاعلى بكل بساطة هاي كامل ثلاثين وهاي واحد وعشرين اي اذا هاي المسافة ستة وهاي كامل واحد وعشرين فاللي ضل من الواحد وعشرين كامل خمسطاش ضل خمسطاش وليه واحد وعشرين ناقل ستة فاعلى سترس للألمنيوم خمستاش. لو كانت هالي مش خمستاش كانت ثمنتاش تكون اعلى ماكسيمم تكون ثمنتاش. يعني مشوف اعلى مسافة. اعلى مسافة لمين للمنيوم. فام سي على اي فكمل سي للمنيوم خمستاش على اي اللي انا طلعتها. بطلع معي مومنت. شوف اتا طلعت خمستاش نتأكد. خمستاش مية بالمية. مية بالمية خمستاش. هسه ايه طلب مني البراس. براس. شو تساوي. ان سي على اي. في ان. ان كم واحد ونص. الام بعيشية. هالسي. هاي سنترويد. بنشوف اعلى. وين ابعد مسافة للبراس. ابعد مسافة للبراس كم? واحد وعشرين او واحد وعشرين من فوق. في واحد وعشرين على الاي. بطلع معي قيمتين للمومنت. كم القيمتين بطلعو? كم القيمتين واحدة بتطلع قيمتين هاي البراس بتطلع معي واحد بوينت اثنين اربعة. وهذاك بتطلع معي واحد بوينت ستة سبعة. هسه ما نختار الاقل. ليش نختار الاقل? هسه هاظ هذا بتحمل واحد بوينت اثنين اربعة. ه�도 بتحمل واحد ستة سبعة. الان بكل بساطة لو حطيت مومنت واحد بوينت واحد حي يتحمله ولو هة اليوم لتحمله. حتى فى مومنت رح يتحمله العENS يفشل. رح يفشل المقطع هاد اذا كان المومت واحد بونت اثنين خمسة. هاد هاد ما رح يفشل. بس اس منطقيا منطقيا ما اقول يعني جسم يفشل وما يفشل. احنا بدناش الجسم كامل ما يفشل. يعني بدناش لا لأ من يم ولا يفشلو. فاعلى مومت ممكن يتحملوا الجسم هو واحد بونت اثنين اربعة. ليش واحد بونت اثنين اربعة? لانه انا ما بدي الجسمين يفشل ولا بدي جسم واحد يفشل. انا ما بدي ولا جسم يفشل. معناته واعلى اعلى مومد ما بيخلي الجسم يفشل واحد بونت اثنين اربعة. اذا اتجاوز واحد بونت اثنين اربعة في واحد منهم رح يفشل بالتالي الجسم كامل رح يفشل. احنا ما بدنا احدا يفشل. معناته اعلى مومد واحد بونت اثنين اربعة. يعني بنختار الاقل ليش? انه هو اعلى لارجس مومد. يعني اهم اشي بالسرس بالاجسام. هاي. نال انسى الان. ونكبر الافق اذا طلب مني حول اكس اكسس. اذا كان عندي اكثر من مادة. كل بساطة. كان عندي하سم شواي. كان عندي مثل زي هيك. خمسة ثلاث مواد. والاليمينيوم. شو بعمل? كل بساطة باطلع اه باخذ اه. ب prol ج�� الانات بثبت واحدة بشوف اقل واحدة مثلا الالمنيوم اقل واحدة مثلا. شو بعمل? بحكي الاليمينيوم والوبراس على الالمنيوم؟ بطلع معي اانين واحدة مثلا واحد ونص واحدة اثنين. شو باعمل? بكبر كل المواد على ن واحدة. كيف الفكرة؟ يعني هاي إلها واحد ونص وهي إلها ثلاث بكبر الستيل بثلاث بضرب يعني الستيل بثلاث الوفقي وبكبر اللي براس بواحد ونص والأمن من يوم ما بكبره الشكل بتغير عندي بصار عندي شكل غريب بوجد السنترويد إلو وبحسب الأمس على آي يعني الفكرة كان عندي أكثر من مادة بس بشوف أن لكل مادة بأخذ علنات لهم واحدة بثلاثة واحدة إلها قيمة واحدة إلها واحد اللي هي اللي ما كبرتها كل واحدة بضربها بالهاي وبس ونشوف هاي حسف عندي ملاحظة لو كان عندي السنترويد هذا السنترويد مثلا كان عندي هون هذا السنترويد كان عندي هون وطلب مني بتكون هاي كاملة ماشي أبعد مسافة عن السنترويد لو طلب مني منموم بتكون هاي المسافة هسا لو كان السنترويد جوه طلب مني ماكسيمم سترس بكلنا هاي المسافة لو طلب مني سترس بل بيكون صفر لأنه ما في لأنهو جوه السنترويد يعني بكل بساطة اذا كان السنترويد جوه مادة بيكون الهزيرة. اذا كان بره مادة طلب مني بيكون اقرب مسافة للمادة. ويعطيكم العفوية. موضوع الكونكريت راح يشرح مواندس هاشا ان شاء الله. راح يكون نزلكم عليه فيديو. وهيكا بظل علينا بالمادة مادة الفاينال اللي هي تابتر خمسة وستة وسبعة. طبعا المادة الفاينال مش صعبة ابدا. يعني تابتر خمسة مو من دي اقرام انا هس شرحته بس بظل عليه الطرق ثاني تكن في عندي لود مستطيل شو اعمل. يعني راح يشرح شابتر خمسة مشكل مفصل كيف اصمم. وشابتر ستة وسبعة بسيطات كثير يعني جدا سهلات. ويعطيكم العافوية.